ومسرح ياباني عمل فكرة جديدة ومبتكرة علشان يفضل يقدم العروض الفنية وفي نفس الوقت يحافظ على فكرة التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية من كورونا عملوا ايه؟ قررت إدارة المسرح أنها تحول الكراسي لما يشبه الكابينة الصغيرة ويكون فيها فتحة كده يقدروا منها يتابعوا العروض ويستمتعوا بالعروض الفنية تخفط الأضواء كما يحدث في بداية أي عرض مصرحي فيميل المشاهدون إلى الأمام لينظروا من فتحات تشبه فتحات صناديق البريد في باب يفصلهم عن خشبة المصرح ويبدأ العارضون في الرقص مصرح مونلايت موبايل للرقص الياباني المعاصر توصل إلى وسيلة مبتكرة كي يستعيد الجماهير لعروضه مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي المشاهدون يجلسون على كراسي دون مسند للظهر داخل كبائن صغيرة منفصلة تحيط بمنصة العرض ولكل منها حاجز به فتحة تشبه فتحات صناديق البريد يتابعون منها الرقص وقال نوبويوشي أساي المدير الفني بالمصرح مصمم الرقصات إنه ابتدع فتحات صغيرة تشبه فتحات صناديق البريد وشيرا إلى أن تضييق مجال الرؤية يسمح للمشاهدين بالانغماس أكثر في العرض وبدأ المصرح في تطبيق الفكرة في ديسمبر كانون الأول بعد إلغاء أغلب عروضه في العام الماضي بسبب الجائحة ومنذ ذلك الحين بيعت جميع تذاكر 12 عرضا قدمها بتلك الطريقة المبتكرة ترجمة نانسي قنقر